أبو محمد من دبي بارك الله فيه يقول ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من أن ينفقها على أبيه هذه ظالمة المرأة هذه ظالمة والعياذ بالله و متعدية لحدود الله و متجاوزة لحدود الأدب كيف تمنع زوجها من أن ينفقها على والديه و من أعطاها الحق أنها تتدخل في خصوصيات الزوج و فيما فرض الله عز وجل على الزوج اتجاه والديه والدي الزوج مقدمين على زوجة الرجل هذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الأوصني قال لا تشرك بالله و إن قطعت أو حرقت و أطع والديك و إن أمراك أن تخرج من مالك و زوج وأهلك يعني حتى لو أمراك تخرج من مالك و أهلك أطعهما أطعهما طبعا هذا فيه تفصيل لكن أنا في هذا السياق تحديدا لما تقوم امرأة و تقول لزوجك كيف تعطي والديك من الذي منحها الحق هذا حتى تتدخل في مثل هذا الأمر الرجل له ذن مالية و مستقلة نحن نقول لا يجوز للرجل أن يتدخل في مال زوجته حينما تنفق على والديه إذا كان المرأة عندها مال المرأة لها ذن مالية و مستقلة عندها راتب عندها تجارة عندها شيء ما يجوز للرجل يقول لها ليش تعطينا أبوك و ليش تعطينا أمك ما يجوز له و من الذي منحه الحق إذا رأى زوجته تتبذر في المال نعم نقوله تدخل تدخل لأنك مسؤول عنها لكن تعطي أمها الفقيرة و تعطي أباها الفقير ما يحق للزوج أن يتدخل هذا مالها الخاص هذا ماله و هذه ذمتها ذمتها المالية و لذلك أخي الفاضل ما يجوز و يجب على المرأة تتقل له لكن إذا كان هذه المرأة دفعها هذا الأمر أن زوجها مقصر معها في النفق الواجبة نقول لها لا تروحين تعالجين الخطأ بالخطأ و الغلط بالغلط لا قولي لها اتقل له أنا بعد لي حق مثل ما لي والديك مثل ما لي والديك حق أنا بعد لي حق أنفق علي إذا كان و في الغالب أن الرجل الذي كريم مع والديه مئة بالمئة مثل ما يقولون كريم مع زوجته كريم مع زوجته